مباروك المحلة مباروك المحلة أكيد وجوده في الممتاز هنروح لي عشان الوقت المتبقي إلى النادي الأهل مباروك القادمة أمام التراجي التونسي والمباراة على ملعب حمد العقربي برادس بتونس مباراة برضو صعبة لأنك بتقابل خصم عنيد وخصم لتاريخ مع كورة القادمة الأفريقية طبعا واجهة لا تستهام بها النادي التراجي فرقة قوية جدا وآخر خمس ماتشاط قدام الأهل آخر خمس ست ماتشاط ما كانتش أفضل لنتاج بالنسبة للتراجي بس يفضل اسم النادي التراجي النادي كبير في أفريقيا ونادي قوي يقدر دايما عنده حظوظ منافسة في بطولة أفريقيا النادي الأهلي عنده خبرات كفاية أنه يقدر يواكب بالماتش الزهاب الأولاني يقدر يعمل حاجة فيه كويسة عنده نقاط قوة وضعف طبعا الأهلي التراجي عنده نقاط قوة جامدة جدا هنتكلم فيها يعني عنده مثلا المهاجم روديجر قوة جثمانية ما شاء الله جامد جدا الراجل ده بيحب ينزل يستلم من بين الخطوط كتير جدا بيلف كويس جدا فده هتقابل مشكلة عند محمد هاني ورامر ربيع في البطء شوية في تغيير الحركة عنده الـ 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 بيحبوا يعملوا بلد اوب كويس جدا عنده الجناحين عنده اتنين اللعابة البرازيلية اللي هو روديجر اللي أول نادا والتاني ساس سرع جدا ودول من أخطر الناس اللي بيشتوى عليها في نادي التراجي الناداء لازم يعرف يتعامل مع اللعابة دي خصوصا اللعابة دي والباك الشمال لنادي التراجي من أسرع اللعابة اللي موجودة في دورة أبطال أفريكا ملك التحليلات والإحصائيات مجاهزين المبارات مهمة زي دي والله يعني الأول لازم نتكلم من التراجي في فترة الأخيرة محليا مش أفريكيا محليا مش أحسن حاجة التراجي في آخر خمس مواجهات نتاج سلبية بس مفيش أي إيجابيات موجودة عكس أفريكيا مش أفريكيا كويس وعنده حرس مميز جدا رايح جاي واخد ساندونز ودي حاجة ما بتحصلش أهم نقطة القوة بما أن يعني كلنا محظين مميش حارس مميش مميش برضو والده كان حارس مربا كبير زي مصفى شبير برضو والده حارس مربا وعلى فكرة المقارنة بين هم من الاتنين قريبة جدا يعني مميش لعب عشر ماتشوت تسعة كلين شيت ماتش واحد بس دخل فيه تلاتة وان هو ماتش الهلال لو تفتكر شبير كله كلين شيت شبير لعب سبع ماتشوت في الأول أول ثلاث ماتشوت كان واخده مع محمد الشناب من السبع ماتشوت دول السبع كلين شيت ودي حاجة ما حصلتش أبدا يعني ده رقم يعني لازم نوقف عنده طبعا ويعني النحاي شبير على الأداء المميز ده ده كده أول نقطة القوة اسلام لسه قال دلوقتي نقطتين قوة بتقع المهاجمين اللي هو روديجير ده واحد من المهاجمين عندهم روديجير ده أرقامه كويسة جدا في الدوري رجل جايب سبع تجوان في أفروكيا ولجون ودي حاجة يعني لازم ناخد بالنا منها ماشي الرجل جايب سبع تجوان في الدوري وعمل أداء كويس ولكن في أفروكيا مش بتاعته عكس بقى ساس أو ساسي لو الوينج اليمين وأحيانا بيلعب قلب هجوم ساسي ده جايب تجوان في أفروكيا لعيب قوي جدا عنده السرعة بيروح على الجون جريء يعني هو اللي مخلص ماتش سانداونز الأولاني اللي هو اللي جايب الجون لو تفتكر الجون كان فيه مشاركة ما بين روديجير وساسي روديجير ده يعني طريقة لعبه عشان نبقى متخيلين لها كده هو تسعة بتاع الفريق نادرة لما تليه داخل جوه الصندوق هو بينزل يسقط يلعب الكرة يطلع واحد من الجناحات ويبتدي يدخل هو في القلب عشان يستلم من الجناحات دي هي الكرة يعني التراجي نفس الكرة بتتعمل كله اللي ماتش تقريبا بينزل قلب الهجوم يطلع حد من الجناحات ويروح ياخد العرضية فده الشكل اللي هو عادة ممكن نقول 70-80% من السبع تجوان اللي هو جايبهم روديجير ده هو بنفس الشكل وبنفس الأسلوب ده